موسيقى السلام عليكم و اهلا بحضراتكم امبارح حصل التطورات مهمة جدا في المشهد السوداني التطورات دي عبارة عن تصريحات و بيانات صدرت عن الجيش السوداني وكمان عن قوات الدعم السريع المنحلة طبعا بالاضافة لمقال مهم جدا تم نشره في جريدة تايمز البريطانية كل المحاور دي هنتكلم عنها بالتفصيل خلال حلقة النهاردة ان شاء الله هنبدأ مع بعض اول محور وهو بيان الجيش السوداني قال فيه بالنص العدو يتلقى مساعدات عسكرية من جهات اقليمية ونحن نستغرب الحديث عن هدنة مع حجد العدو قوة بمروي لتأمين هبوط طائرة مساعدات عسكرية من جهات اقليمية حلو الكلام ده جدا جدا كده الجيش السوداني رسميا بيقول ان في دولة اقليمية بتساعد قوات الدعم السريع بالاسلحة بشكل مباشر وعالمي يعني الجيش السوداني بيعلن عن تدخل مباشر لدولة معينة في الصراع السوداني واذا انت سألتني مين هي الدولة دي فانا بصراحة ما اقدرش ان نخمن ولكن اعتقد ان الجيش السوداني بيقصد دولة خليجية يقال ان حميدتي عنده علاقات قوية بيها خصوصا في مجال الدهب بس لحد ما نتبين مقصد الجيش السوداني من البيان اللي نشره فاحنا اكيد حنحتفز او حنتحفز على اسم الدولة دي وان كان في فيديو انتشر بقوة على السوشال ميديا بقاله يومين لسندق اسلحة تبع القوات الدعم السريع تم الاستلاق عليها من قبل الجيش السوداني كل التعليقات او المنشورات عليها بتشير لدولة خليجية بعينها ولكن الفيديو ذات نفسه بعد فحصه لا يؤكد او ينفي ضلوع الدولة دي في تسليح او دعم قوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني لان الاسلحة دي حتى لو كانت جاية من الدولة دي فوارد جدا او اكيد كمان انها اسلحة قديمة مش جديدة يعني دخلت لقوات الدعم بموافقة الجيش السوداني فوقتها يعني لما تكون الاتهامات مباشرة وعلنية ساعتها بس نقدر ان احنا نتكلم براحتنا ونصرح باسم الدولة لكن احنا هنا مش هندرب الوضع ولا هنوجه اتهمات من غير ادلة لو كان عندنا ارهاصات او مؤشرات بتبين مين هي الدولة دي لكن طالما مفيش اي شيء رسمي ومفيش اي تصريحات رسمية فاحنا هنلتزم الصمت على اي حال المعارك العنيفة في محيط القصر الجمهوري رجعت مرة تانية ومش بس كده دي اصبحت معارك بالاسلحة التقيلة كمان والطيارات حوالي محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني وللقصر الجمهوري يعني الاوضاع في الخرطوم اصبحت مشتعلة للغاية مع ان في مراسلين لشبكات كتير زي سكاينيوز عربية والجزيرة القطرية قالوا ان حدة الاشتباكات مبارح كانت اخف من الثلاث ايام اللي كانوا قبل الامبارح ولكن بحسب الاشتباكات العنيفة دي اللي ضارت في محيط القصر الجمهوري ومقر القيادة العامة للجيش السوداني فانا مش مقتنع بصراحة ان حدة المواجهات اصبحت اخف من الايام الثلاثة اللي فاتوا لان اذا كنت انت وصلت للاشتباك بالطيارات في محيط مؤسسة حساسة جدا للدرجة دي في الخرطوم فعن اي هدوء او انخفاض في معدل الاشتباك بيتكلموا عنه مراسلين القنوات الفضائية دي انا بصراحة مش فاهم ومش قادر افهم قد يكون الوضع على الارض مختلف عن اللي بيتم نشره في الاخبار وكل شيء جاهز وفيه خبر كمان مهم جدا بيقول ان قوات الدعم السريع اعلنت عن موافقتها على اقامة هدنة لمدة 24 ساعة مع الجيش السوداني وفي البداية الجيش السوداني كان رفض الهدنة دي وقال ان الدعم السريع بيحاول بس انه يكسب وقت علشان يرطي على هزيمه العسكرية الساحقة على الارض ولكن فجأة عبد الفتاح البرهان صرح لشبكة سي انه ان الامريكية انه ما عندوش مشكلة في الهدنة دي مع قوات الدعم السريع ومن جهة الجيش فالهدنة بدأت بالفعل الساعة 6 مساء بتوقيت الخرطوم والمدة 24 ساعة طبعا الحلقة دي اتكتبت وتصورت مباشرة بعد تصريح البرهان فاحنا مش عارفين بصراحة اذا كانت الهدنة بالفعل تمت ولا لا او تم خرقها بس في بدايات كده او قبل التصوير على كون كان فيه خرقات على اي حال حنتابع اللي هيحصل في الحلقات اللي جاية تعالوا بقى نتكلم عن المقال المهم جدا اللي تم نشه في جريدة تايمز البريطانية بعنوان المعارك في السودان اتهامات لمرتزقة روسيا بتأجيج الصراعة المقال مسترد على معلومات وصفتها جريدة تايمز بان هي معلومات من مصادر خاصة داخل السودان المعلومات دي بتؤكد ان فيه شكوك كبيرة بالنسبة للمراقبين الدوليين ان مرتزقة فاجنر روس هيكون لهم دور كبير في حسم المعارك بس حسمها لصالح قوات الدعم السريع ده اذا ما كانوش بالفعل بيحاربوا على الارض دلوقتي وانا بكلمك مع قوات الدعم السريع وده بالنسبة لي كلام خطير جدا وجديد عموما خلينا نمشي مع المقال للنهاية التقرير بيقول ان حمدتي وقوات الدعم السريع بيوفروا الحماية لشركة ميرو للدهب وهي واحدة من شركات التعديين التابعة لمجموعة فاجنر القتالية الخاصة وبيديرها رئيس مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين شخصيا وعلى فكرة الراجل ده متهم بتهريب الدهب من السودان لموسكو للمساهمة في دعم الحرب الروسية الاوكرانية الكلام ده مش منشور في التايمز بس الكلام ده منشور في اكتر من صحيفة على مستوى العالم كله انا بتكلم هنا فيما يخص تهريب الدهب من السودان لروسيا بطرق غير شرعية والفلوس بتخش الجيب حميدتي مش للدولة الكلام ده معروف على فكرة وبيتم طبعا بمباركة حميدتي صحيفة التايمز قالت ان في خبراء عسكريين عملوا لقاء لتحليل الاوضاع في السودان مع صحيفة وليستريت جورنال الامريكية وقالوا ان الولايات المتحدة الامريكية بتشك في وجود صفقة ما بين فاجنر وحميدتي وبالتاني فالولايات المتحدة الامريكية لازم ترد لانها طبعا مش هتسكت على التورل الروسي في الحرب الاهلية الدائرة في السودان دلوقتي او بمعنى صح مش هتسكت على دعم روسيا للانقلاب على الجيش السوداني لان مصالح الولايات المتحدة الامريكية الاقليمية مرتبطة بشكل مباشر ببقاء الجيش السوداني واستقراره كمؤسسة بتضمن وحدة السودان على الاقل ظاهرية اما لو قوات الدعم السريع هي اللي قدرت تنتصر في المعركة دي فده معناه ان روسيا هي اللي حتتحكم في السودان طيب المفروض رد فعل الولايات المتحدة الامريكية يكون ازاي على حسب ما تم نشره في صحيفة وولي ستريت جورنال ونقلته عنها كمان جريدة تايمز البريطانية فان الخبراء العسكريين والمحللين السياسيين الامريكان بيتوقعوا ان الولايات المتحدة الامريكية حتطلب من مصر ان مصر تدعم الجيش السوداني فحاربوا ضد قوات الدعم السريع حتى ولو في الخفاء لان مصلحة امريكا ومصلحة مصر مشتركة ووحدة المصلحة فدعم الجيش السوداني وبقاء السودان دولة موحدة لا يحكمها ميليشيات لان زي ما مصالح امريكا مرتبطة بالجيش السوداني فبرضو مصالح مصر مرتبطة تماما مع الجيش السوداني لان ببساطة لو ميليشيا الدعم السريع هي اللي سيطرت على الحكم في السودان فده حيكون معناه ان مصر ساعتها حتكون متجرة انها تتعامل مع ميليشيا وبالتالي مصالحها الاقليمية حتكون مهددة بالانهيار بشكل تم لان التعامل مع الميليشيات بيكون مختلف كليا عن التعامل مع الجيوش الوطنية الملتزمة بالاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ده غير ان الجيش السوداني جيش صديق وشقيق ومتعاون جدا مع الجيش المصري على الاقل في الفترة الاخيرة فتخيل كده لو قوات الدعم السريع هي اللي استولت على السلطة بديهي جدا انهم مش هيكونوا متعاونين مع مصر اطلاقا بالعكس هيكونوا متعاونين مع اثيوبيا ومع روسيا وبالتالي حيتحول حمددتي رسميا لكلب روسيا في السودان ده غير انه طبعا كلب اثيوبيا في السودان مو حمددتي ده حابب انه هو يكون كلب لأي طرف خارجي مش مهم بقى روسيا اثيوبيا اي بلد في العالم لكن المهم انه يسيطر على الحكم في السودان ويسيطر على الدهب حتى لو كان التمن بيع كرمته وبيع بلده الاثيوبيا او روسيا او غيرهم المهم فروته اللي بتقدر بمليارات الدولارات كل يوم تزيد صحيفة التايمز البريطانية نقل التصريح بيوضح غارت فاجنر من دعم حمددتي عسكريا التصريح ده صادر عن كاميرون هادسون محلل في مركز الدراسات الدولية والاستراتيجية اللي قال ان سيطرة فاجنر على السودان ستربط خطوطها من البحر الاحمر الى افريقيا الوسطى وبالتالي ستصبح السودان جوهرة التاج الافريقي كما ان رئيس روسيا بلاديمير بوتين وسع سلطة بلاده في افريقيا عدة مرات باستخدام مجموعة فاجنر التي تتدخل لدعم الحكومات الضعيفة ومصر التي تدعم البرهان يقال انها على المحك وتخشى من انهيار السودان هادسون ما اكتفاش بكده ولكن اكد من وجهة نظره طبعا انه بالفعل قوات فاجنر بيدعمه قوات الدعم السريع على الارض فعليا من بداية المعارك لكن هو موضحش الدعم اللي جاي من فاجنر ده هيكون شكله ايه؟ هل هيكون دعم استراتيجي تيكتيكي ولا دعم فعلي بالجنود على الارض؟ لحد دلوقتي احنا فعلا ما نعرفش بس عموما كمعلومة كده لحضراتكم ان قوات فاجنر وصلت للسودان من سنة 2017 بعد لقاء البشير مع بوتين في سوتي ساعتها وعد بوتين البشير ان السودان هيكون هو المفتاح الرئيسي لموسكو في افريقيا ومن وقتها وروسيا عن طريق فاجنر بتمدت تسوق السوداني بالاسلحة وفاجنر كانت هي المسؤولة عن تدريب قوات الدعم السريع عسكريا قبل كده الكلام ده حصل بعد سقوط البشير مباشرة فاحنا هنا قدام مصيبة لازم مصر تتداركها باسرع وقت ممكن وباسرع وسيلة ممكنة لان وجود فاجنر علنيا مع قوات الدعم السريع معناه ان ربما الكافة هتميل للدعم السريع وبالتالي مصالح مصر في السودان هتكون مهددة جدا لو وصل حمدتي للسلطة وحتى لو رئيس السيسي طلع اول انبارح وتكلم وقال احنا على الحياد ولن نتدخل في الصراع السوداني واهم حاجة عندنا ان ولادنا يرجعوا بخير كل ده كلام سياسي ومفهوم ولكن الواقع على الارض ان مصلحة مصر كدولة طبعا وقولا وحدا مع الجيش السوداني مش مع الدعم السريع اطلاقا وحتى يا سيدي لو انت شايف ان مصر ملهاش مصلحة مع الجيش السوداني ولا مع الدعم السريع فالجيش السوداني هو اقرب لمصر من الدعم السريع وممكن ان احنا نتفاهم معهم بشكل افضل بكتير جدا مستقبلا ومليون في المية مش من مصلحة مصر اطلاقا انتصار حمدتي بميليشياته وسيطرته على السلطة لانه في حالة سيطرته على السلطة وعلى الحكم وتفتيت الجيش السوداني هيحول السودان كله لمصرح للقواعد العسكرية الاثيوبية والروسية وهلوم مجرم وبدل ما مصر كانت بتحارب قاعدة عسكرية تركية في رغب ليبيا هيبقى عندك تشكيلة قواعد عسكرية بتهدد حدودك الجنوبية بشكل مباشر ودي كارثة وربما يكون في قواعد عسكرية اكتر لدول تانية زي تركيا مثلا فاحنا اكيد اللي علجناه في رغب ليبيا مش هنسيبه ابدا انه ينتقل لحدودنا الجنوبية مع السودان الموضوع ده بديهي جدا يعني اتمنى من حضراتكم انكم تشاركوني بقراءكم في التعليقات هل انت شايف ان روسيا هتدعم حمدتي عسكريا في الحرب ضد الجيش السوداني عن طريق فاجنر ولا التأديرات الامريكية للوضع في السودان تكاد تكون مبالغ فيها وان القتال مقتصر بس على الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وما فيش اي قوات اجنبية موجودة على الارض بتتدخل في المعركة في السودان اشوفكم في حلقة جديدة ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة